واشنطن يعني ده تأمل عمل ما حرف شون أوصف الكياه هل هو بيخبوث هل هو واشنطن شحت الدولار علينا العملة العراقية الموارد مالتنا شحت عدنا هنا النتيجة أنه شحت في إيران هو كيف بدأ هذا الموضوع أستاذ هم في الولايات المتحدة البنك الفيدرالي رصد موقعين في إيران لديهم يتعاملون بعملة دولار المفروض هي أرسية العراق منها بدأت القصة يعني حسب رأيه فلذلك أنا أقول بأنه واشنطن ليس لنا علاقة بيطهران ما عندنا مشكلة لكن احنا بالنسبة لنا نريد نسيطر على الدولار في العراق ما هو تلقائيا تلقائيا كلنا نعرف كثير من الدول أيضا ما عندنا مشكلة احنا بالمناسبة ما عندنا مشكلة بالحوالات والتحويلات يعني هسا هم ممنوع عندك لا تحويلات لا سوريا لا لبنان لا إيران طبعا هذا خطأ كبير جدا لأن تجارة عندنا مع سوريا ومع إيران شرعية تماما مئة بالمئة انظر للشاحنات التي تأتي يعني حقيقة سواء كماليات مواد غذائية غير شيء غير شيء نهائيا ما تقدر تحول إيران أو السوريا إلا عبر التهريب إزيان هذا التهريب جتي الحكومة الآن في الطرق هذه الذهبة بهاتجاهات هذه وحتى الاتجاه الأقليم مستعدين حتى العشرة ألاف دولار يصادروها منك إذن حقيقة تجديد قوي في هذا الموضوع طيب كيف رح اليوم صعود في أسعار الحوالات صعود كبير جدا ليش؟ لأنه أصبح الطرق التهريب صعبة جدا أنا أقول لك اليوم إذا تريد تحول ألف دولار إلى سوريا تدفع عليها سبعين دولار أو مئة دولار تدفع عليها وهذا ما رح يصرف للتاجر بالنهاية واشنطن هي جالسة على الكرسي مالته ووقفت هذا العمل كلها وقفته فذلك إيران ما رح تسكت في هذا الموضوع يعني إيران عدها موارد وزراعتها وصناعتها ما شيء أوكي لكنها تحتاج الأملة الصعبة بعدين هي يعني هوية المشكلة إحنا نطلب العراق انطونا فلوسنا ما اللي نطلبها مع العلم أنا أعتقد بأنه الفلوس موجودة بالتي بي آي وربما سدد الكثير منها في هذا الموضوع يأما يجون يأخذوها عراقي مثلا على شكل يعني هو اليش لأنه انسحب العراقي من السوق فيجون يعملون كأنه بصفة مشاريع معينة ممكن أن نسدد دين مالتنا هذه أهم المشاكل وأنا أقول لك بالنسبة أن الطاق الخارجي إيران أعتقد والسعودية إحنا المحور الأساسي في هذا الموضوع ولا أستبعد يعني على رغم من جهود السيد محمد الشاعر العالية جدا في هذا الموضوع لكن لا أستبعد وأكرر الزيارة اللي كانت قبل يومين في طهران لا أستبعد أنه هذا التدخل الآخر يعني هذا التعاون ربما وراءه أستاذ سيرمد البياتي الخبير استراتيجي شكرا جزيلا لك